اليوم العالمي لمكافحة الملارية يأتي في ظل تحديات يطلقها خبر الصحة للتعبير عن مخاوفهم من أن نجاحة فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى تآكل المعركة العالمية ضد العديد من الأمراض الموسمية الأخرى منظمة الصحة العالمية قالت أن هناك بالفعل اضطرابات شديدة في حملات مكافحة الملارية والحصول على أدوية لها في إفريقيا وفي الدول الأقل دخلا مثل اليمن التي تعيش أسوأ الظروف نهيك عن تدني البنية التحتية الصحية ولا يزال الملارية وحم الضنك والمكرفس وغيرها من الأمراض الموسمية تحصد الأرواح في اليمن خاصة في محافظة الحديدة وأبيا وعدا وبعض المحافظات اليمنية الغائبة عنها الإمكانيات الصحية وفي ظل تركيز على وباء كورونا يمكن أن تشكل هذه الأمراض خطرا حقيقيا على السكان في هذه المناطق منظمة الصحة العالمية قالت أن التوقعات الجديدة تشير إلى أنه في أسوأ السنهرهات يمكن أن يموت نحو 769 ألف شخص بسبب الملارية في جنوب الصحراء الكبرى وفي بعض البلدان النامية في مختلف دول العالم هذا العام مع توقف حملات مكافحتها وفق ما نقلت وكالة الأنباء العالمية وتحذر المنظمة من أن المعركة ضد الملارية في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا حيث يقتل المرض بالفعل مئة العلاف من الأشخاص سنويا يمكن أن تتراجع لمدة عشرين عاما حيث تركز البلدان طاقتها ومواردها حاليا فقط لإحتواء فيروس كورونا المستجد كوفيد ناينتين ويبدو أن أحد أهم الدروس التي تعلمتها منظمة الصحة العالمية خلال تفشي وباء إبولا في غرب إفريقيا يتمثل في عبارة مختصرة ولكنها مثيرة للقلق أمراض أخرى يمكن نسيانها وتكون أكثر فتكا في مختلف دول العالم ترجمة نانسي قنقر